شوفوا لي هالأطلال ايه على القرية هاي الأسرعة تصوروا إخواني موجودة من العهد العثماني وهالمحلات الصغيرة الموجودة ضمن السوق كتير حلوة هاد الشلال هون اسموه كوركلي دارة أكتر شي بزوره المواطن شوفوا الطرق والأذقة ضمن بلايكوا نحن جايين كلمال هاي الأكلة الشردان الطعم هون شوفوا عبارة عن غرف قديمة شوفوا هذا المكان قديش عز ما شاء الله كتير حلو المكان هون استوديو متكامل للتصوير وصلنا الأفطار شوفوا الأفطار الرائع السلام عليكم أخواني وأهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة وأجواء جديدة ويوم جديد اليوم زيارتنا للقرية العثمانية القديمة الموجودة في بورصة وبعض المناطق الريفية كمان موجودة في بورصة حتكون هاي الجولة كتير حلوة تابعوها للنهاية حتستمتعو كتير نحن أخد جولة ضمن الأسواق القديمة للقرية العثمانية ومعي هون كمان الأستاذ الياس لحيرافقني بهاي الجولة هاي اسم القرية هون القرية العثمانية بالتركي أفواني جمالك بذك كويو هون تصطيفة على لائحة اليونسكو العالمية شوفوا الطرق والأذقة ضمن القرية هون كتير رائعة حتى الأحجار اللي بتمشوا عليها شوفوا هي أحجار قديمة تاركينها على وضعها اللي كان المكان هون ضمن القرية كتير حلو تستمتعو كتير والأجواء فيه فيه مقاهي فيه مطاعم خاصة للأفطار التركي الشهير والقوزلمة موجودة بشكل كبير شوفوا هاي مسلا أحد المقاهي أو المطاعم ضمن القرية هون هلأ برجيكم الأذقة الحلوة فيه كمان بيضافة هيرها وقت شكوي دنيا القرية مثل ما أخبرتكن رائعة كتير المحلات اللي فيها في الأسواق بتبيع التحق ممكن تبيع بعض المأكولات القديمة ممكن تبيعوا العسر فيها مثل هاد المحل شوفوا هالبهارات وبعض التذكارات ممكن تشتروها وهالمحلات الصغيرة الموجودة ضمن السوء كتير حلوة اللي بيبيعوا فيها بعض الستات اي والله تشكو بيبي نيوكي والله ان شاء الله ان شاء الله قال يجل ان شاء الله مالكي و بالموضلة هم هن بيسووا عم تقول يعني هاد العسل طبيعي الكستانا بيسووا على إيدهم هاي المنتجات فيها طبيعية طبعا اللي بيسووا حتى ليكم هالصوف ثلاثمية وخمسين سعار كيلو العسل ثلاثمية وخمسين سعار كيلو العسل عند الخالي هون نكمل هلأ جولتنا ثم لها الأذقة الرائعة كتير لكل أحجار صح سميكة وهيكا بس لكن حلوة تحسوا بشي غريب ضمن القرية هون والأذقة وممكن تستكشفوا كتير أماكن عندهم أفطار أو جلسات كتير حلوة لازم تفوتوا عليها وتجربوها ممكن تفوتوا كمان حتى مجانا تستكشفوا المكان وتطلعوا بدون أي مشكلة شوفوا هذا المكان جوا مثلا شايفين هذا المكان والمكان بجانبه كمان فيه شغلات حلوة وجلسات حلوة جوا شايفين فممكن تستكشفوا لواحدكم هذا الشي دول المحلات هون بيبيعوا بعض الشغلات التراسية بعض الشغلات الشعبية كمان اللي كانت قديما والتذكارات الأذقة هون عن جد كتير حلوة شوفوا الأبنية القديمة الأبنية هون كلها أبنية قديمة على فكرة الناس وأهل القرية هون كتير لطفوا وتعاملهم كتير منيح مع السياح شوفوا هالأمكنة الحلوة كمان ضمن القرية هون ليكوا أشكال الأبنية على فكرة بتذكرني بالشام القديمة في الدمشفل القديمة نفس البيوت هون بالضبط وترتيبها وشكلها الحال مره بابي ناصل تنز ناصل تنز ناصل تنز ليكوا هاي الفواكه الطبيعية الطازجة هون للعند العم سيزياء بيوس سيزياء بيوس سيزياء بيوس خمس وعشرين ليرا سعر الصحة فكرة بنصحكم بهذا هذا كتير رائع بتوت ليكوا الأعشاب ضمن هذا المحل اللفانتا الشاي القصص كلها موجودة هون طبيعية كمان بيساوها على إيدهم في الأراضي طبعهم بيبيعوها ضمن الأسواق فوق المناظر ضمن القرية حسوا مول قديم مول تاريخي هاي اللبس الخاص بقبيلة القايا هاي شعارهم فيكم كمان تاخدوا أحد التذكارات منهم أو هيك بعض الشغلات كمان الحلوة ضمن السوق شوفوا هاد الزقاق الملون اللي كتير رائع ممكن تاخدوا صور رائعة كتير في استوديو استوديو طبيعي اللي بيحب يتصور أو ياخد صور حلوة لازم يجي لهي الأذقة حسرا لكوا هاد المنزل اخواني عمره 700 سنة شايفين من أقدم المنازل الموجود في القرية رجيكم هاد المنزل من الداخل اخواني شوفوا محافظين عليه لو قدنا الحالي بيأجموا فيه دفول كمان والشاي وبعض الشغلة هاد البيت الأساري هادا بنا نطلع نشوف محتوياته هادا أقدم بيت موجود في القرية العثمانية عمره 700 سنة بس فوق عاملين مثل متحف لبعض المقتنيات الموجودة في البيت قديما لازم تلبسوا هادا برجلكون قبل الصعود هادا خلينا نطلع نفوت لداخل هادا المنزل شوفوا المنزل هون ومحتوياته شوفوا الشغلات القديمة حتى في بعض الكتب الكتب القديمة شوفوا موجودة ضمن هادا المنزل في أسرة قديمة هلا برجيكم الأسرة شوفوا هاي الأسرة تصوروا إخواني موجودة من العهد العثماني يعني من 700 سنة وهادا السرير موجود محافظين عليه لوقتنا الحالي وفي بعض المقتنيات بعض الألبسة شوفوا كمان اللي محافظين عليها بشكل كبير شوفوا هادا الشباك تصوروا يا إخواني تعيشوا بهيك بيت هادا الشباك بيطل على القرية شوفوا في القرية كمان هاي الأطلالة هون على الأسواق الأستاذ الياس صار شاعر بهذا المكان ما شاء الله في غرف تانية شوفوا مثل هاي الغرفة كمان كتير حلوة مع مقتنياتها الموجودة وهي خزانة هون كنت توطلة حتى تدخله شوفوا هاي الأواني القديمة الأواني النحاسية شايفين هاي الأواني انه كانوا يستعملوها للطعام وبعد الأمور اللي كانوا يطبخوا فيها كمان شوفوا هون الصور والجلسات شايفين الجلسات القديمة كيف كانت شوفوا الكنبايات القديمة وهي الراديو شوفوا الراديو القديمة هاي ماكينة الخياطة كمان حتى في فوق لفوق درج خلينا نطلع فيه كمان شوف شوفي وهي المكوائي اللي كانت تشتغل على الفحم أو الحطب كان يحطوا بقلبها الحطب أو الفحم شوفوا لماذا هذا المكان ما زال القرية الأوثمانية عن جد هذا المكان تحفي من تحف هاي القرية كمان هون في بعض المقتنيات وفي هاي طبنجة كان يقلولها شوفوا هاي كمان بعض الشغلات كمان موجودة هون هون ممكن تتركوا بعض العملات اللي بتجيبوها من بلدكن تكتبو اسمكن عليها حتى تتم ذكره في هذا المكان هذا هون خلفي أضيق زقاق موجود في تركيا هذا الزقاق يعدو بيتتسع لشخص واحد شوفوا يعني إذا حتى جاي من الطرف الثاني بدو يستنى لحتى تمر ويمرو خلينا نرجع منه هذا الزقاق شوفوا كم ضيق وشوفوا الحجر القديم موجود فيه هذا اسم الزقاق هون جينار لي زقاق كتير حلو لازم تزوروا كمان اخواني اهل القرية هون بيعملوا او بيشتغلوا في الزراعة فبتشوفوا مثل هاي القصص كمان هون ضمن القرية واللي الجميل انه فيه اعتناء كبير ومحافظة على كل شغلة فيها شايفين حتى المنازل اللي ساكنينها الناس هون هي منازل قديمة ومحافظين عليها لوقتنا الحالي شوفوا اشكالها والاحجار والاحجار اغلب المنازل هون من الخشب والحجر استاذ الياس هلأ جاءنا هيننا نفطر؟ اغدخ على مكان تاريخي اسري بيقدم احلى فطور واحلى خدمة شوفوا هاي طريقنا لالافطار بين البيوت القديمة هذا المكان اللي حنفطر فيه شوفوا شو اسمو اخواني المكان هون كتير حلو لكن كتير في طلوع لقلو شايفين مكان حلو كتير والشي المميز هون بهدول الامكنة بيبيعوا منتجات خاصة فيهم مثل مربيات هون شايفين والعسل وهي الاصص شوفوا هذا المكان رائع كتير فيه جلسات فوق هذا هذا المطبخ خاص فيهم فيه جلسات فوق هلا حيطلعنا عليها هون صاحب المطعم لازم نشلح من رجلينة بس نطلع لفوق انا كتلحقوا شوفوا المكان كمان هون هذا المطعم هون شوفوا عبارة عن غرف قديمة هو اصلا قديم بتتناول الافطار هيك بهاي الجلسات بالارض في بعض الجلسات هون شوفوا في جلسات بالداخل هذا المطعم هون موجود في القرية العثمانية في بورسا هحط لكم الموقع ان شاء الله تحت في صندوق الوصف المكان هون المكان هون استوديو متكامل للتصوير مكان قديم جلساته حلوة وفيه اكتر من مكان ممكن تجلسوا فيه خاصة المكان اصورتكم يا اول شيء اذا كنتوا عائلة حلوة تأخذوا هالتجربة القديمة مثل اهل القرى قديما كانوا يعدوا ضمن غرف ويعدوا على الارض ويفطروا فطور بلدي هاي القزلمة البلدية اللي بيساوها الستات شوفو بيرقوا العجين وبيحشو الجبنة او السبانك بطلجان هاي اللي داخلها بيت نجان هلأ وصلنا الافطار شوفو الافطار الرائع وبالنسبة لسعر الافطار هلأ بيحكي لكم بعد ما ننتهم الافطار ان شاء الله شوفو هذا البيض الأومليت البطيخ الفريز العسل كتير شغلات متنوعة وهذا البورك التركي والجوزلمة شايفينها دايت الجوزلمة والشغلات الطيبة عادة اهم الشي مع الفطور التركي الشاي الشاي بيجيبو لكم ياه هيك شايفين هاي الموه هون وهي الشاي بتقلو بتخففو على كيفكن هلأ نقول بسم الله ونبلج فطور لانه كتير بسم الله 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 من سبعمائة سنة عمره. ختيار مكان اختيار. مكان اختيار. هذا المكان اختيار عم يقول. هدول البيوت هون نطين والقش. او القش. شايفين ليكون جلسات الرائعة كتير اخواني. مع هاي الأذقة. شوف هاي الأذقة شو حلوة. شايفين هاد المكان ممكن تاخدوا فيه صور باللباس العثماني القديم. مع السلاح العثماني السيف او الفأس. شوفوا هاته في مكان قديم هون عمره سبعمائة سنة. هاي دائرة النكاح ومبنى الزواج اللي كان في المدينة القديمة. لا تنسوا اخواني تاخدوا احد التذكارات من هذا المكان. لازم تشتروا التذكار من اي مكان بتزوروه. حتى يكون ذكرة للكم من هذا المكان. هاي المواي مليون لابيع بتجي من فوق. هاد السبيل تصوروا اخواني من عام 1965 مكانه هون. كيف المواي استاذ الياس؟ على قولتنا بوز جيبي. لقد بوز. هون مشهورين كتير في شراب التوت بتلاقوه بأي مكان. ممكن تاخدوه معاكم كمان. هاي هون الميدان او الساحة اللي موجودة في القرية العثمانية. طبعا اخواني نسي تخبركم انه القرية العثمانية اطلقوا على هذا المكان اللي هنين العرب. هي بالتركي ما اسمها هيك اسمها بالتركي جمالك كذك اما العرب اطلقوا على هذا المكان القرية العثمانية كونها هي القرية بالاساس هي قرية عثمانية قديمة وكان يسكنها العثمانيين محافظين عليها لوقتنا الحالي. ما شاء الله كتير حلو هذا شو يقلو له مكاو مكاو اه بيحكي ما بيحكي كم كلمة في جعلها كتير حلو بعد ما خلصنا من القرية العثمانية رايحين لمكان كتير حلو اخدنا عليه الاخ الياس وين هو اخ الياس بعد جولتنا بالقرية العثمانية لازم نروح نزور شلالات زي طبق هلا مش فموادنا ان شاء الله. موسيقى هلا وصلنا لهذا المكان هلا بنا نشوفه ان شاء الله يكون المكان حلو تفضل. موسيقى انطباع الاول عن هذا المكان رائع كتير فيو شوفو مقاهي فيو زلسات حلوة فيو مواقف السيارات فيو علعاب الاطفال فيو زي بلاين فيو كتير شغلات حلوة اول ما تنزلوا فورا لحتشوفوه. هون بهذا المكان بتحسوا كل شي عربي المحلات حاطة اعلام الدول العربية كلها بشكل كامل والاغاني المحلات كلها اغاني عربية. شوفو هذا المكان الخيالي ما شاء الله شلال هلا حرول عنده نهنيك بين الجبال شوفو هذا الشق اللي صاير بين الجبال هون كتير حلو. الناس بتنزل بتقعد او بتجلس على المي مباشرة. شوفو هذا المكان قديش عز ونقي ونضيف ما شاء الله. المكان هون عفترة مو فائز غميء شوي لكن مو بيين لانه المي النقية بشكل كبير. المي بارده هون كتير. مازل من فوق من الجبال حتى تسكل هذا المعلم وهذا المزار السياحي في مدينة بورسا. اقل شي ممكن تعملوه في هذا المكان انه تقطوا رجليكم بالمي وتعدوا مع هاي المناظر الزائعة. لكن الشي اللي بي اعرفوا هاي المياه من وين عم تجي ومن وين عم تنبع حتى توصل لهون. هذا المكان هون بتفرع عن الشلال الموجود في الطرف الآخر. شوفو هذا المكان كتير حلو. بيشبه مرتفعات ايدر. اذا زرتوا مدينة او اذا زرتوا الشمال التركي هذا المكان بتشوفو نفسه في مدينة ايدر. شوفو الاعلام العربية شوفو. ممكن تشتروه بعض الفواكه الفريش كمان من هون. وتعملوا بعض النشاطات. هلأ من الشلال هون كمان رايحين لمكان كتير حلو ان شاء الله. شوفوا المكان اللي من نروحه بيبعد ثلاثة كيلو تقريبا او ثلاثة كيلو وشوي. دي عشر دقيقة. هاي الطبيعة الحلوة حلمشي. كيكوا هاد المكان اللي رايحين له السيارات وتوصل بس لهون. وبعد هون ممنوع الدخول هايك صفينا السيارة. وحلمشي تقريبا واحد كيلو. الطبيعة هون اصوات العصافير والهدوء الموجود فيها. ما شاء الله كتير ساحر. لكن الطريق شوي وعريم كان. من شان هيك منعين السيارات تفوت. لكوا هاد المكان اللي وصلنا له قريب من الشلال. بلشنا نسمع صوت المي. ما شاء الله على هاد المكان كتير رائع. وهلأ منشوف هل يستحق العناء والوصول له او لا. شوفوا هالنزلة هلأ اللي فيه انتظارنا. عاملين درج. لكوا هايك حتى نوصل للشلال. هنكمل نشوف. هادول الادراج بالاساس عملوهم لسلامة الناس وسط الغابة. لانه النزلة الى تحت للشلال كتير خطرة. شوفوا الطريق وعر. فعملوا هادول الادراج وسط الغابة. حتى الناس تنزل بكل سهولة. وتوصل للشلال تحت وتتسبح. شوفوا هاد المكان هلأ اخواني. ما شاء الله. يدوغ. هالناس اللي فوق كيف واصلين مبارك. هلأ بنشوف كيف واصلين. اكيد فيه طريق لسه هم فوق. بالفعل هاد الشلال احلى. واجمل من الشلال اللي كنا فيه سابقا. هاد الشلال رائع. المشكلة بهاد الشلال انه الطريق والوصول لهون صعب. لكن انا برأيي الشخصي يستحق العناء خاصة للشباب. حتى يصبحوا وياخدوا تجربة رائعة كثير في داخل الشلال للسباحة. طريق السباحة غير هاد الطريق نحنا الموجودين فيه. هاد المكان بيطل على الشلال. وتاخدوا لقطات حلوة مثل اللي اخدتهم بالدرون. وللعلم اخواني ما بنصح العوائل اللي معونه اطفال يجوا لهون. المكان خطر وما فيه اسوار. لا سمح الله اي غلطة يوقع تحت. فمشكلة كتير كبيرة وحتى الادراج صعب ينزلوا عليها الاطفال. فما بنصحكم اذا معكم اطفال تجلق هون. يعني شوفوا اخواني ما في مزح ابدا. شوفوا فورا لتحت. ليقوا لحتى تقدر تنزلوا لتحت لازم تمشوا بهذا الطريق الوعر. مساعدة هاي الحبال والحبال الموجودة هون. يعني كأنكم عم تعملوا هايكينج بالجبال. شوفوا لي الشلال عن قريب. ما شاء الله. تحفي سبحان الله. هذا الشلال هون اسمه كوركلي دارا. اكتر شي بزوره المواطنين الاتراك اللي عايشين في مدينة بورصة بيجوا يعني يتسبحوا هون. وداعا ايها الشلال الزميل. والله حصرة انه ما قدرت اسباح انا. الاخ الياس نزل سبح ما اسأل على شي. بس انا ما نزلت. على ما نطلع شوفوا هيك بدي نطلع. كيف مبارك لنشوف. رفت نظر يا اخوان عاملين ضمن الغابة مساجد للرجال وللنساء. على هاي النزلة للشلال والطلعة يمكن انزلت كيريين. امليحة للاشخاص اللي عم يعملوا رجيم. لا ترسوا تاخدوا ماء معكم. خدوا ماء معكم. يعني عن جد متعب. متعب كتير. لكن. حلو. حلو. تجربة كتير حلوة. الاشخاص اللي بيحبوا المشي. مستعدين يمشوا هاي المسافة. وينزلوا للشلال. في هذا الطريق يزوروه. وغير هيك. لا يقربوا لهون ابدا. نصار الليل اجينا للفندوق اللي بننزل فيه. هذا الفندوق في مدينة بولسا. اه موقع التيرمال. التيرمال هي المياه الكبريتية. هلا برجيكم هذا الفندوق. من فوق برجيكم الغرفة. عم نسجل الدخول هلا. شوفو هون. نياه الكبريتية تحت. ان شاء الله بصور لكم ياها. اخذنا غرفة لشخصين. شوفو. السريرين. السف بالغرفة واطي. لانه احنا طلبنا تكون. في الطابع العلوي. هذا الحمام. الحمام كثير نظيف. الاسر نظيفة. طبعا مكيف. وهلا. ان شاء الله اخر شي بقالكم. قديش. تكلفة. هاي الغرفة. اكتر شي حبينا ننزل في هدول. الفنادق. او بهاي المنطقة. كرمال. التيرمل. الفنادق اللي هون تحتوي على التيرمل. التيرمل اللي ما بيعرف شو هو اخواني. هو المياه الكبريتية. اللي بتجي من الينابيع. فهذا الفندوق بيحتوي على المياه الكبريتية. شوفو اخواني. شو حاطين بالدرج. حاطين سجادة صداء. ومصحف. حتى حاطينكم اتجاه القبلة. هذا هو مكان التيرمل. في الفندوق. شوفو. بتاخدوا هاي المقصورة. لحالكم. لكم باب خاص. شايفين. بتسكروا الباب. في هذا باب تاني. بتفوتوا لهون. شوفو. وبعدين. كمان. شوفو. تصلوا لهون. هون. الغرفة الاساسية للحمام. الخاصة بالعائلة. هلأ طلعنا من الفندوق. رايحين لمكان اسمه طبهاني. هذا المكان اللي جينا عليه. هلأ. هذا المكان. على فكرة اخواني. انا صورت فيه. سابقا اللي فيه. شوفو. فيه. قبر. عثمان غازي. مؤسس الدولة. العثمانية. من اجمل المناطق. الممكن تزورها ليلا. في بورصا. هو هذا المكان. بيطل على مدينة بورصا. كلها بشكل كامل. المنظر هون. والأعداد. ليلا. كتير حلوة اخواني. هلأ. جينا نتعشى في احد المطاعم. المشهورة في مدينة بورصا. الشردان التركي. الشردان والروس والمقادم. اه. شو بتقولوا له. هي الأكلة اخواني. كتبوا لي تحت في التعليقات. هلأ بتشوفوهن. هون. الروس. المخاعات. مين بيحب. مين بيحب هالأكلة اخواني. ليكون احنا جايين كلمال هاي الأكلة. الشردان او الأبوات. هاد هون. المنبار. كله الأكل. اللذيذ موجود هون. هاي الأكلة. في ناس بتحبها. وفي ناس لا. لاني الأشخاص مقسومين نصفين. في أشخاص بيرغبوا. وفي أشخاص لا. ولكن اسمها بكل بلد لها اسم. يعني مثلا بالشام بيقول لها. شو بيقول لها. الشي. بالعراق بيقول لها. باجا. باجا. صح ولا لا اخواني. اكتبوا لي شو بتقولوا له هالأكلة اخواني. هلأ جابونا الأكل. شوفوا. هذا الشردان. المنبار. طبعا الشردان. هاي المقبلات. وهي الشوربة. الشوربة هاي. التركية اسمها. كابورقة. شوربة سي. بتتاكل هاي. مع. الزعتر. هاتكم معها الزعتر. الشردان هون التركية. الحشوة طبعه غير الحشوة عنا. يعني كأنكم عم تاكلوا فوسة محشي. بس. شردان. او. ابوات. الاكل عنده. طيب الا المنبار. المنبار ابدا. هو طيب. ورجعنا. اه. للصحن. ما عجبنا ابدا. اما الشردان. الشوربة. كانت رائعة بصراحة. فاتورا اخواني شوفوا. اللي حساب طلي علينا. خمسمية وعشرة. رجعنا على الفندوق. وان شاء الله بكرة صباحا. نازلين على التيرمال. على المياه الكمرتية هون تحت بالفندوق. اعطيكم رأيي فيه بالفيديو القادم. وبالنسبة للإقامة هون بالفندوق. سعر الليلة خمسة وخمسين دولار. السعر مرتفع. ولكن كل الفنادق هون اسعارها مرتفعة بشكل عام. لا تنسوا من الاشتراك والدعاء. وان شاء الله بشوفكم بجولات قادمة. والسلام.